اشتركوا في القناة عن ان يتعاونوا على الاثم والعدوان فقال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان احبابي كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن حفظ اللسان وان هذا اللسان يعني كل اعضاء الانسان تستغيث به كل يوم في الصباح وتقول له اتق الله فينا فانما نحن بك فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا هذا اللسان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن لي ما بين من ضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة وورد في حديث اخر اكثر ما يدخل الناس النار اللسان لذلك النبي لما قال الحديث قال من ضمن لي من حافظ لي ما بين فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة فقال بعض الصحابة يا رسول الله او انا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم الانسان ينتبه حفظ اللسان كما قال بعض العلماء حفظ اللسان يساعد على حفظ الدين حفظ اللسان يساعد على حفظ الدين لذلك قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ما يلفظ من قول الا لديه رقيم عتيد وورد في حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا من صمت نجا من صمت نجا فالصمت يعني عدم الكلام الا في خير هذا يعني مزية كبيرة مزية عظيمة واليوم باذن الله تعالى نريد ان نتحدث عن بعض المعاصي المتعلقة باللسان ومعاصي اللسان كثيرة جدا معاصي اللسان كثيرة جدا لذلك نبيل لما حذر من ضمن لي ما بين فكيه من حفظ لسانه يذكر اللسان اولا لان اللسان خطره عظيم جدا اللسان خطره عظيم جدا بالكلمة انت لا تعرف الكلمة يعني الكلمة في الاسلام لها قيمتها ليس الامر هكذا الكلمة في الاسلام لها قيمتها ما يلفظ من قول الا لديه رقيم عتيد فانك ان تكلمت فانك ان تحدثت فاما ان يكتب لك او عليك فانك تنظر على اي الملكين تملي على ملك على ملك الحسنات او على ملك السيئات عن اليمين وعن الشمال قعيد فانك لابد وان تنظر ان تتملي اما على هذا واما على ذاك الا على ملك الاما اما على ملك الحسنات فيسجل لك ويكتب لك واما على ملك السيئات فاليوم باذن الله نريد ان نذكر بعض معاصل لسان لماذا حتى الانسان ينتبه كثير من العلماء في مؤلفاتهم يذكرون باب معاصل لسان باب معاصل لسان وكثير من العلماء يذكرون في مؤلفاتهم ان الردة وهي الرجوع عن الاسلام تنقسم الى ثلاثة اقسام اعتقادات ومحلها القلب افعال ومحلها الجوارح كرمي المصحف في القاذورات او السجود لصانم ونحو ذلك والقسم الثالث وهي كثيرة جدا لا تنحصر الاقوال الاقوال لذلك قال عليه الصلاة والسلام ان العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا اي مسافة سبعين عاما في النزول وذلك منتهى جهنم فقد يكون اللسان سببا في خروج الانسان من الاسلام والعياذ بالله كمن يسب الله او يسب الملائكة او يسب الانبياء او يسب دين الاسلام العظيم او يستخف بما عظمه الله او يستهزئ بشعائر الله لا ينزلها في قلبه المنزلة اللائقة بها فالانسان ينتبه الانسان يحذر احذر لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان فالانسان ينتبه الانسان يحذر احذر لسانك ايها الانسان احذره احذره لان اللسان خطير اللسان نعمة عظيمة ان استعملته في الخير ويكون نقمة عليك كبيرة ان استعملته في السوء والمعاصي فالانسان ينتبه ويحذر فمن معاصي اللسان قلنا الردة القولية من معاصي اللسان ومن وقع في شيء منها ينبغي عليه ان يتشهد ان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله بنية الرجوع الى الاسلام ومن معاصي اللسان الغيبة والنميمة الغيبة والنميمة اليوم كثير من الناس يعني يتحدثون عن مرض الكورونا وما يحصل وخطر هذا المرض وشدته ويأخذون بالاحتياطات ونحو ذلك هذا امر مهم ولكن هناك امراض هي اشد من الامراض الظاهرة اشد من الامراض الجسدية الظاهرة الا وهي الامراض الباطنة كالغيبة والنميمة هذا مرض فتاك هذا مرض فتاك هذه العادة وللأسف تفشت في مجتمعاتنا عادة الغيبة الغيبة والنميمة مرض الغيبة والنميمة هذا تفشى في مجتمعاتنا وهذا مرض وهذا المرض خطير جدا خطير جدا الانسان عليه ان ينتبه منه كما ان الواحد منا يعني ينظر لنفسه ينتبه من الأمراض الحسية ومن الأمراض الجسدية أمراض القلوب وأمراض المتعلقة بالجوارح الأمراض الباطنة يقال لها هذا ينبغي أن ننتبه لها ويجب الحذر منها هذه العادة القبيحة التي تفشت في مجتمعاتنا وهذا المرض الهدام الذي يفتك بصاحبه هذا المرض الذي يفرق بين الأهل ويباعد بين الأحباب ويكون سببا في البغضاء والشحناء مرض الغيبة لذلك قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه الغيبة النميمة البهتان نهين عن عدم التجسس والتحسس الإنسان لا يتجسس ولا يتجسس نهين عن الهمز واللمز والغمز ولا تنابز بالألقاب لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم فالإنسان ينتبه الإنسان يحذر هذا المرض لذلك النبي عرفنا إياه فقال صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة فقال أتدرون ما الغيبة فقالوا الله ورسوله أعلم فقال الغيبة هي ذكرك أخاك بما فيه في خلفه ولكنه يكره ذلك ولكنه يكره ذلك فأولا قال صلى الله عليه وسلم المسلم أي المسلم الكامل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده انظروا هنا ذكر اللسان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذه الصفة المؤمن الكامل هذه الصفة المؤمن الكامل الذي يسلم المسلمون بل يسلم الناس من لسانه بحيث يجتنب غيبة بحيث يجتنب غيبة أحد من المؤمنين ولا يشتمه ولا يقذفه بل كان أيضا سنذكر بعد ذلك من معاصر القذف قذف المحصنات الغافلات المؤمنات فإنسان ينتبه فالمسلم عليه أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة بالأخلاق الحسنة التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قال أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا فلذلك قال بعضهم في وصف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فمحاسن الأخلاق إن جمعت فمحاسن الأخلاق إن جمعت فمحاسن الأخلاق إن حشدت فليست غير سطر في كتاب محمدي فمحاسن الأخلاق إن حشدت فليست غير سطر في كتاب محمدي ونفائس الأزهار إن نفحت فليست غير عطر من عبير محمدي ومناقب السادات إن جمعت فليست غير نجم في سماء محمدي صلى الله عليه وسلم هو صلى الله عليه وسلم محمد صاحب الأخلاق العليا محمد صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم هو الذي نبهنا وقال إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم يعني بحسن الخلق الإنسان يحصل درجة الإنسان الذي يصوم النهار ويقوم الليل لو كان هو لا يصوم النهار ويقوم الليل ولكن بحسن أخلاقه بحسن إيمانه وسلامة إيمانه وحسن أخلاقه يصل إلى هذه الدرجة العظيمة الدرجة العالية كأنه يقوم كل الليل وكأنه يصوم كل النهار هذا وهذا درجتهما سواء هذا بحسن خلقه وذاك بكثرة الصلاة والصيام فالإنسان لا يترك هذه الأخلاق هذه الأخلاق المحمدية هذه الأخلاق المحمدية والصفات المصطفوية الإنسان علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الفوز كل الفوز والفلاحة كل الفلاح والنجاح في اتباع نهج النبي عليه الصلاة والسلام وفي السير على منهاجه وفي السير على طريقته من أراد النجاة من أراد النجاح والفلاحة في الدنيا والآخرة فليسر على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلم أن المصلحة كل المصلحة في اتباع نهج النبي وفيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان ينتبه الإنسان يحظى لذلك نبي حذرنا لماذا؟ لأن الغيبة البهدان سوء إساءة الظنب بالمسلمين الهمز اللمز كل ذلك كل هذه الصفات كل هذه الصفات يعني تؤدي إلى فساد المجتمعات تؤدي إلى فساد المجتمعات تؤدي إلى التناحر تؤدي إلى التقاتل تؤدي إلى التشاجر تؤدي إلى القطيع بين الأهل والأحباب تؤدي إلى عدم صلة الأرحام تؤدي إلى مفاسد عظيمة فلذلك النبي حذرنا لذلك النبي نبهنا صلى الله عليه وسلم ولذلك العلماء ذكروا في مؤلفاتهم باب معاصي اللسان باب معاصي الرجل باب معاصي العين باب معاصي الأذن ذكروا هذه الجوارح والمعاصي المتعلقة بها ليس من أجل التسلية وليس من أجل أنهم يعني يريدون أن يحشد الأشياء في كتب لها حتى نحذرها حتى ننتبه منها حتى الواحد من لا يقع في الحرم وهو لا يدري فقال الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره وحتى النبي عليه الصلاة والسلام كما أرضى في الحديث عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي أي في ليلة الإسرائي والمعراج قال لما عرج بي مررت بقوم لهم أذافر من نحاس يخمشون وجوههم يعني لهم أذافر من نحاس يخمشون يعني يقطعون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس أن يغتابوهم ويقعون في أعراضهم هذا الحديث رواه أبو داود فالإنسان يعني أنظر إلى خطر الغيبة لأنها معصية من الكبائر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين من قبور المسلمين فالله كشف له الله أطلعه فوجدهما يعذبان فقال وما يعذبان في كبير إث يعني هما يعذبان في أمر كثير من الناس لا ينتبه له كثير من الناس لا يظن يعني لا يظن أن له يعني أنه أمر يحتاج أن ينتبه له بل هو أمر خطير من الكبائر فقال وما يعذبان في كبير إث يعني عند كثير من الناس لا يظنونه هكذا ولكنه عند الله كبير فقال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وهي نقل القول بين اثنين على جهة الإفساد بينهما وأما الآخر فكان لا يستنزه أو لا يستتر من بوله فقال العلماء إن عامة عذاب القبر بسبب هذين الأمرين بسبب الغيبة والنميمة وبسبب عدم الاستطار وعدم الاستنزاه من البول يعني كثير من الناس الآن وهذا نراه هذا ينبغي التنبه له يعني في الأماكن العامة أو في الجيود ونحو ذلك نرى بعض الناس يقف حتى يتبول ونحو ذلك فنرى الرزاز الذي يخرج بسبب الماء الذي يأتي على الموضع يعود إلى ثيابه وبعض الناس قبل أن ينقطع البول مباشرة يلبس ثيابه ثم بعد ذلك يضمخ نفسه بالنجاسة هذا ينبغي التنبه له لأن ذلك من أكثر أسباب عذاب القبر فإن عامة عذاب القبر منه أي بسبب هذا وبسبب الغيبة والنميمة فالإنسان ينتبه الغيبة هي ذكرك أخاك المسلم ذكرك أخاك المسلم بما فيه يعني شيء هو فيه يعني شيء هو فيه هذه الصفة هي فيه فأن تتكلم عنه وهو لا يحب لا يحب أن تذكره بذلك لا يحب أن تذكره بذلك فقال ذكرك أخاك المسلم بما فيه في خلفه بما يكره يعني لو بلغته لو بلغه أنك تتكلم عنه هو يكره منك ذلك هو لا يحب ذلك فلماذا أنت تذكره بين الناس لذلك بعض الناس ماذا يقول لك يقول لك نعم أنا أقول له هذا الكلام في وجهي يعني هذا الأمر يعني يزداد الأمر يعني كما يقول طينة وبلة يزداد الأمر صعوبة يعني ليس فقط يكفي أنك تتكلم عنه بل تقول له في وجهي حتى تكسر قلبه فيزداد إثمك وتزداد معصيتك والعياذ بالله ينبغي أن ننتبه ينبغي أن نراعي مشاعر كل منا يراعي مشاعر أخيه كل منا يراعي أخاه ينبغي أن ينتبه بعض الناس يقول لك فلان فلان دم متئيل فلان بيقعد فلان ده بارد فلان ده كذا فلان ده كذا فلان مراته بتعمل عليه ومراته حكماه ومراته كذا فلان ده كذا فلان ده كذا فلان ده كذا الإنسان ينتبه الإنسان يحذر الإنسان يحذر فالإنسان ينتبه لذلك جيدا فقال الغيبة هي ذكرك أخاك المسلم بما فيه في خلفه بما يكره فقال السائل يا رسول الله أرأيت في أخي إن كان في أخي ما أقول فقال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته قال وإن كان فيه وإن لم يكن فيه ما أقول قال وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والبهتان أشد إثما لماذا؟ لأنه يتضمن افتراء الكذب لأنه يتضمن افتراء الكذب فالإنسان عليه أن يحذر الإنسان عليه أن ينتبه فالغيبة التي حرمها الله أن تذكر أخاك المسلم بما فيه من العيوب وهو يكره أن تذكرها تب إنسان أحيانا شهر بين الناس فلان الأعور أو فلان الأعرج وهو يعني لا يكره ذلك بل هو صار مشهورا بهذا الأمر بين الناس هنا لا تكن غيبة إن ذكرته بذلك لماذا؟ لأنه شهر صار هذا الوصف صار شهرة له وهو يحب ذلك لا يكره ذلك أما إن كان يكره أن تذكره بذلك فحرام عليك أن تذكره بهذا الأمر حرام عليك أن تذكره بهذا الأمر والغيبة لو تكلمت على إنسان وهذا الإنسان بلغه ما تكلمت به عنه هنا ينبغي عليك أن تستسمحه أما إن لم يبلغه ما تكلمت به إن لم تبلغه الغيبة فعند ذلك أنت تتوب إلى الله عز وجل منها تندم على ما فعلت والتوبة معروفة إذا كانت متعلقة بحق الله وإذا كانت متعلقة بحق آدمي في كل الأحوال الإنسان يندم النبي قال أن ندم توبة يندم يعزم في نفسه على أنه لا يعود لهذا الفعل لهذه المعصية مرة ثانية والعزم على أن لا يعود لمثله والندم على ما صدر منه الإنسان يتوب إلى الله يستغفر الله ويتحلل من هذه الأمور قبل أن يأتي يوم القيامة لماذا؟ لأن يوم القيامة هو يوم الحصرة والندامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وهنا ينبغي أن ننبه ليس كل الناس معناه أن كل الناس يفرون من بعضهم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يعني زوجته يعني إذا كانت هناك حقوق متعلقة بينهما إن كان كل واحد منهم قد ظلم الآخر فإنه يفر منه حتى لا يطالبه بمظلمته أما إن لم يكن بينهما شيء كإن كانوا من الأطقياء فهؤلاء الأولياء الأطقياء فهؤلاء يكونون آمنون مطمئنون كاسون طاعمون يكونون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة الله يجعلنا منهم من الآمنين المطمئنين فالإنسان ينتبه الإنسان ينبغي عليه أن يتحلل من كل الذنوب أن يتحلل من كل الذنوب والمعاصي قبل أن يأتي يوم القيامة ومعنا اتصال أستاذ صابرين ألو فضلي أستاذ صابرين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أنا أم الشيخ جوزي ببطش الرطرة خالص معي خالص ببطش كل ما تكلم معي بطرش بيتكلم كتير على طول على طول بيتكلم كتير الله مستعان طيب نوجه له كلمة حاضر إن شاء الله ما شاء الله فيه فده اللي كنا نتكلم عنه النسان بعض الناس عندهم شهوة يعني زي من إنسان بعض الناس عنده شهوة شهوة فعل كذا شهوة فعل كذا كذلك يوجد شهوة اسمها شهوة الكلام بعض الناس لا يحب لا يحب أن يبقى هكذا يريد أن يتدخل في كل شيء يريد أن يتكلم في كل شيء يريد يعني لا يترك شاردة ولا واردة إلا ويتكلم فيها لا الأمر ليس هكذا الإنسان عليه أن يكون رضينا الواحد مننا لو نظر الإنسان لو نظر يعني أعضاء مثلا العين كأنه لها باب واحد الأذن أما اللسان فكأنه عليه بابان لذلك قال بعضهم لا يوجد عضو من الأعضاء أولى بالسجن من اللسان فعليه الأثنان ثم الشفتان كل ذلك كل ذلك لتنتبه كل ذلك حتى لتحذر كل ذلك لتنظر قبل أن تتكلم تنظر قبل أن تتكلم معنا اتصال آخر أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضلي بس أنا عندي حماكي مبتنيباني خالص ومسلميش أو معناك السلام ممكن تتكلمني كلاتة ارباح تيام في شهر وقرصت لبني فأنا مش عارس أعمل إيه أنا فتراحة يعني إيه زي ما مبتنيباني أنا مش مدخلة يعني خلقيني بناس ثلاثة لهم والله يا سيدة تلفاضل انا أقولك على حاجة اعتبريها زي أمك هنجاوب حضرتك حالا حاضر يا أخواننا والله بيجينا يعني مشاكل كتيرة بسبب الحما وبسبب مرات ابنها كل واحد مننا عليه أن يتق الله عز وجل كل واحد مننا عليه أن يتق الله عز وجل كل واحد مننا بثل أن يكثر الكلام في القيل والقال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كره لكم ثلاث قال كره لكم قيل وقال وإضاعة المال قيل وقال الإنسان يحذر الإنسان لا تنبغي أن تكون مجالسنا مجالس غيبة ونميمة لا ينبغي أن تكون مجالسنا مجالس هدك أعراض للمسلمين ونحب ذلك الإنسان ينتبه الإنسان يحذر الإنسان لا يسير خلف شهوة لسانه لا يسير خلف شهوة لسانه أنت تنظر إن كان هذه الكلمة إن وجدت لها في الخير مسلكا الإنسان يتكلم بها لماذا؟ لأنه يكون له بها ثواب إما أمر بمعروف أو نهي عن منكر أن تحث على فعل خير وأن تنهى عن فعل منكر وأن تنهى عن فعل منكر فالإنسان ينتبه الإنسان يحذر معنا اتصال آخر أستاذ أولاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت فضلت الشيخة أنا عايزة أتقال حضرتك سؤال فضلي أنا جوزي كان جايب لي ذهب يعني شبكة أثناء الجواز تمام فبعدين بعد ما تجوزنا هو أخذ الذهب دوت من ورايا ومن غير ما يعرفني بل بالعكس ده أنا معرفتش غير بعد فترة لما أنا جيت أشوف في متعلقاتي فين الذهب جاي اكتشفت إنه هو أخده من ورايا وأنا ما كنتش موافقة عن كده تمام والحد الآن بيقول لي ده مش بتاعك الدهب دوت أنت مش غير بفلوسك الدهب دوت أنا لشريه ليكي بفلوسي أنا فأني أنت مش من حقك لا لا ومش هتخذيك مش بتاعك لا هذا يدخل ضمن المهر يعني صار ملكا لكي وهو طب هو دلوقتي يا فضلت الشيخ محل الدهب دوت إيه مش دوت ده دين عليه ولا هو أخد طبعا هو يوم أخده أنا ما وفقتش أننا ندخله أصلا يعني هو أخده من ورايا أول شيء ينبغي أن يأخذه أول شيء ينبغي أن يأخذه برضاكي طب إحنا نجاوبك على السؤال حاضر في سؤال تاني ده برضو أمر بيقع فيه كتير من الناس أنه بيتجوز بيجيب شفكة لمراتب عشان كي يقولي يا أخوانا لا تغالوا في المهور لا تغالوا في المهور ليه لأنه الواحد بيروح بيتدين بيروح مشتري مثلا شفكة لمراتب باربعين ألف بخمسين ألف ونحو ذلك وبعدين تاني يوم الفرح أو تالت يوم تبدأ المشاكل يأخذ منها الذهب يقول لها ده أنا تسلفت وقبت ده أنا عملت يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أقلهن مهرم أكثرهن بركة فهذه مشكلة ينبغي أن ننتبه لها إن شاء الله نفرد لها حلقة بإذن الله تعالى مجلسا نتكلم في هذا الأمر فالشبكة هي من حق الزوجة لأنه تدخل ضمن المهر الذي هو لها فليس له أن يأخذ هي حتى الزوجة لو كانت غنية لو كان لها مال الزوج إذا كان هي مثلا ورثت من أبيها أو كانت تعمل أو كان لها مال ونحو ذلك فهذا المال هو ملك لها الزوج ليس له أن يأخذ منه شيء إلا برضاها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل حتى لو كان هذا المال مال أبيك أو مال ابنك أو مال زوجتك أو مال أخيك كل واحد ينتبه كل واحد يحذر هنا يوم القيامة نسأل بعض الناس لا ينتبه يعني الإبرة التي بعض الناس يعتبرها أمر صغير يوم القيامة تسأل عنها يوم القيامة تسأل عنها تسأل عن الإبرة التي بعض الناس يعني لا ينظر لها تسأل عنها يوم القيامة إن الله يسأل عن الإبرة يوم القيامة فالإنسان يعد للسؤال جوابه معانا كمان اتصال محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا شيخ عايز انا اعفل حضرتك سؤال فضالي انا طلوقتي اصل منقصة عندي فانا منقبة انت منقبة اه فبعد كده انا حلحت النقاب والناس شافت وشه وبعد كده لبسته تاني فعايز اعرف بس رأي يدين في النقاب اننا اخلع والبسته تاني مش نعم تمام فيه سؤال تاني بس شكرا بس لك علي دي بس طيب فقلنا الشبكة دي من حق الزوجة الزوج اذا اخذها من زوجته اذا اعانته بذلك يعني كذلك الزوجة عليها ان تعين زوجها لو كان معها ما لو كان معها ما تعينه ينبغي يا اخواننا ان يكون الامر قائم على الاحسان بينهما وجعلنا بينكم مودة ورحمة الامر ينبغي ان يكون قائما على الاحسان فالزوج ان اخذ من زوجته يعني الشبكة او الدهب اللي جاب وهذا من ضمن المهر فينبغي عليه ان يرده اليها ويبقى متعلقا في ذمته لا بد ان يرده لا يقول انا جبت بفلوسي نعم انت جبت بفلوسك ولكن هذا قدم لها من ضمن المهر الذي اخذته كذلك ايضا مسألة النقاب النقاب يعني خلاصة الكلام فيه النقاب ليس فرضا النقاب ليس فرضا لان الاجماع قائم على انه لا يجوز ان يرى من المرأة الا وجهها وكفيها وينبغي ان ننتبه لحدود الوجه حدود الوجه من منابط الشعر الى الزق يعني هذه المنطقة هذه عورة لا ينبغي اظهارها كل من الناس بيظهروا الرقبة وما فوقها هذا عورة لا بد من اخفائه هذه حدود الوجه من هنا الى هنا ومن هنا الى هنا طولا وعرضا فالامرأة لا ينبغي ان يظهر منها الا وجهها وكفيها وهذان هم الكفان اما ما سوى ذلك فيجب عليها ان تغطيها طب هناك امرأة ارادت المبالغة في الستر ارادت المبالغة في الستر ان تزيد في امر الستر لان امر المرأة مبني عن المبالغة في التستر فهي ارادت ان تقتدي بامهات المؤمنين لان كان فرضا على امهات المؤمنين ان يغطين وجوههم لان وهذه احكام خاصة بنساء النبي بزوجات النبي امهات المؤمنين فامرأة ارادت ان تقتدي بهن مبالغة في الستر فيكون لها بذلك ثواب فغطت وجهها لكن لا تعتقد انه فرض عليها ان تغطي وجهها ينبغي ان تنتبه لذلك فاذا غطته طب اذا دعت الضرورة لذلك عند الشهادة هي تظهر وجهها عندما يحتاج الى ذلك فاذا رؤية وجهها ونحو ذلك هذا ليس حراما لانه الوجه من الاجزاء التي يجوز ان تظهر التي يجوز ان تظهر اما المرأة اذا بالغت في التستر اذا فعلت هذا الامر اقتداء بمهات المؤمنين فانه يكون لها ثواب عظيم وهذا امر ممدوح في الشرع فهذا امر ممدوح في الشرع فينبغي ان نحضر ايها الاحبة نحضر الغيبة نحضر النميمة وهي نقل القول بين اثنين على جهة الافساد بين اثنين بين عائلتين بين عشيرتين بين كذا وبين كذا وينبغي ان ننبه هنا الى شيء كثير من الناس ماذا يقولون يقولون لك والفتنة اشد من القتل لا ينبغي ان ننتبه هذه الاية كثير من الناس يريدونها في غير في غير محلها والفتنة اشد من القتل معناه لما حصل اقتتال في الاشهر الحرم فالكفار ماذا قالوا كيف المسلمون يقاتلون في الاشهر الحرم وكذا فانزل الله تعالى قوله والفتنة اشد من القتل اي شرك شرككم وكفركم بالله اشد من اقتتالهم في الاشهر الحرم هذا معناه ليس معناه ان مجرد مساء واحد نأل الكلام بين اثنين فيقى يقول والفتنة اشد من القتل لا هنا اراد الاية في غير موضعها وفي غير محلها فالانسان ينتبه ويحذر والفتنة اشد من القتل اي كفركم بالله وشرككم بالله اشد من اقتتالهم في هذه الاشهر الحرم فينبغي عدم ايراد هذه الاية وتفسيرها على غير في غير موضعها ينبغي ان ننتبه لذلك جيدا ينبغي ان ننتبه لذلك جيدا الانسان يحذر الانسان ينتبه ينتبه جيدا النميمة الغيبة البهتان كل هذه الامور ينبغي ان نحذرها ينبغي ان ننتبه لها ينبغي ان نحفظ انفسنا من هذه المعاصي التي حذرنا الله منها حتى يكون لنا الفوز والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة حتى تصلح مجتمعاتنا حتى يعني نجتمع على الخير والبر والتقوى وأيضا هناك بعض الحالات هذه نختم بها هناك بعض الحالات ينبغي لا تكون من الغيبة جماعة العلماء قالوا تظلم واستعن واستفتحذر وعرف واذكرن فسق المجاهري تظلم واستعن إنسان إذا كانت له مظلمة فيقول فلان فعل بي كذا وكذا هو لأنه يذكر مظلمته للقادي تظلم واستعن واستفتحذر كذلك إذا وجدت إنسان غير أمين على الفتوى فأنت تحذر الناس منه إذا وجدته يفتي الناس بغير علم إذا كان النبي قال في الأمر الأمور الدنيوية من غشنا فليس منا فكيف بمن يغش الناس في أمر دينهم هذا من التحذير الواجب أن تحذر الناس ممن يغشهم في أمر دينهم هذا التحذير منه واجب النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات مرة فقال ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا قال ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا لماذا حذر منهم النبي حتى لا يسألهم الناس فيستفتونهم فيفتونهم بغير علم فالإنسان يحذر من معاصي اللسان الغيبة النميمة البهتان من معاصي اللسان اليمين الكاذبة والإكثر منها ينبغي أن ننتبه كذلك من معاصي اللسان الفتوى بغير علم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ألسنتنا وأن يحفظ علينا ديننا إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير ونلقاكم الإسبوع المقبل بإذن الله تعالى في مجلس آخر من مجالس الخيرات والسلام عليكم ورحمة الله